السلام عليكم جاتني بزاف ديال الطالبات على كريمة اللي كتصلاح الجفاف ديال العين يعني الدورة ديالة العين ماشي العين من الداخل اللي هي كتكون لكزيما اللي هي كتكون الحساسية يعني لكزيما هي الحساسية والحساسية هي لكزيما غدي نتكلم لكم على هاد الكريم اللي انا اعتقاتني اللي كزيما ضربت لي دورة ديالة العين ومن اللي كتقبطك اللي كزيما في ديك البلاسة خاصنا نعرفه بينما الدات ديالتنا ما بقدش كتستحمل الحساسية من اللي كتكون عندنا في الجلد ديالنا في البشرة ديالتنا إلا والدات ديالتنا كتقول لك ستوب حبسي يعني مدم تدات كتدر من الداخل إلا وكتعطينا علامات مثلا الليكزيما سخانة الحبوب كينود هادك الدات كتقول لك أنا خاصني علاج هنا يا أولا غدي نتكلموا بينما العلاج اللول وهو كيف كان قوله أخفي على نفسك راه الأغلبية ديال الأمراض ديال الصدفية وديال الحساسية راه كتجي من الصدمة الصدفية من الصدمة الحساسية اللي قولي يعملكم كنتسمو إحنا حساسين للمشاكيل ما قدنش على المشاكيل إذا الدات كتقول لك هالعلامات ديالتي كتشعر لك البولة حمرة العلاج من الداخل وهو نخفو على نفسنا وناخده أرى عندكم أتمينة مناسبة والنتيجة منقوش لكم عليها ناخده كويس ديال لويزا جوج مرات ثلاثة في النهار عندكم البابونش يعني هادك يتسمى كن نهدنو الأعصاب ديالنا ده بغى نتكلم لكم على هاد الكريمة اللي هي عجيبة 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 وهانتو ما كيف كتشوفوا معايا اه للأطفال يعني انتو ما كتشوفوا من الكبير شد في صغير وشد في صغير يعني كتصلح حتى الأطفال هاد الكريمة اللي يطولي يعملكم كيعطافوا بها الأطباء ديالجلد وباقي الان إنقام درماتولوجيك هنا كتشوفوا معاياك هنا العين يعني ما يعطيوكم شي حاجة واحدة أخرى خاص من اللي تشيريوها تكون فيها العين هاك دم صورة المواد الحافظة كيف كتشوفوا ها السيفر ما فيهاش المواد الحافظة طريقة ديالت استعمال مهم مبزاف وهو في الليل من اللي غادرس بريتناسي وغسلتي وجرك غتاخذي واحد من غيزة سطحية فوق الصباح ديالي يدك وما يكونوش عددك الدفران اللي يطول يعملك يكون دفر مقطع تاخذي واحد من غيزة وتدوريها على ديك البلاسة فين عندك الحساسية ومن اللي تدوريها تماصيها مزيان باش ما تخليهاش سطحية وتهبطلك على العين نماصيها مزيان جوجمرات في النهار في الليل وفي الصباح يلا هبطاتلك شي حاجة مع عينك ما عندك مناش تخافي انا كنعملها كتبط لي على العين ولكن كيف قلتلكم اراها هي ديلة العين ما عندنا مناش نخافه ايدا هنا يا هادي كتبع في الصيداليات تمن ديالها تلتاشر اورو الاتمينة كتختالف من صيداليا صيداليا اي شنقول لكم غي هاد اليوتيوب هادا يديلك عام عام علاش ما كنعملوش بزاف في دينا هي عاملة بحش شكل ديال البومادة انتوما هي عاملة بحش شكل ديال البومادة كنناخدون غيزة فوقر الصباح ديال فوقراص ديال صبيع ديالنا كنناخدو واحد من غيزة هي اللي كندوروها على الدورة ديالت العين واللي على البلاسة اللي عندك فيها الحساسية هادي على حسابي خوضيها لا لك ولا الطفل ديالك اللي كان صغير كان الحساسية يعني عندو فردات ديالتو عندو فوجهو اه يلا قدرتو تشريو ثلاثة ولا اربعة راهد قبط ل الحساسية ولكن كيف قلت لكم من اللي كان عالجو الحساسية من على برا كان عالجوها وكذلك من الداخل وهو التصالح مع النفس من قشن توتر من قشن تفقس وناخد ليا الاعصاب ديالي ناخد ليا اللويزة ناخد ليا البابونش هادو راه مهدئين منقولش لكم عليهم وكذلك الزعتر في الليل اه وكذلك اللي يطول يعملكم اعطى الله الاعشاب ديالتنا اللي نعسو يعني بلا ما نبقوا نخممو ونتفقسو رخص العلم الناس رخص صدفية من الصدمة الحساسية كنكونو مبقينش قدين على المشاكل ومبقينش قدينش نسمعو الكلام اذا الدات ديالتنا كتشعل لنا البولة الحمراء كتقول ليا نبقيتش قديت لهذا كنقول لكم تصالح مع النفس ومشروب يهدئنا ونبعدو من المشاكل والعلاج كين اخوتي اخواتي هو هذا اللي اعطيتكم هذه انا يا منطقة يعني ما نقدرش نتفرق عليها. انا كنت كتشدني الحساسية من اللي كتخدامها معلوس تخيص الحياة والجري وكتكن استعمل غير هادي وده بنيت انا استعملتها هي اللي انفعتني غير التذكير فقط اللي طول اللي يعمركم راه لما كانتش في هالعين مصورة هاكا ما تاخذيهاش خسار تكون هاكا يعطيوك شي منتوج واحد اخر ويقولولك ولي يعطيوك نفس لاغام وتقول لك راهي هادي ما مصوراش في هالعين ما تاخذيهاش ما تبخلوش عليا باللايك ولو باختاج الاجا ليوليكم وحبكم في الله.